أعطيكم العافية تكلمنا عن الموضوع هذا إن شون حل مشكلة الشبكة بالآيباد والآيفون لأن الآيباد والآيفون فيهم مشكلة رئيسية ألا وهي اللي هي Private Mac Address دائما يكون عندي ماك أدرس إنه منطفيه بدأ يتعدل معي فالآيباد والآيفون عندهم مشكلة بالخصوصية دائما يجددون سكورتي ما لهم دائما يجدون فلن يجدون فلن يجدون فلن يجدون فلن يجدون جهاز الأمريكي نفسه مثل Linksys والNetgear كيف أحل عندي في الفيلوب طبعا قلنا إنه نطفي الماك أدرس نجعله اللي هو نطفي الـ Private نجعله عادي عشان أعرفه طبعا نضعي تحذير خصوصية لأن أنا بالبيت لا عندي مشكلة ستصبح تحذير خصوصية موجودة في عندي شيء ثاني اللي هو ظلت تستمر عند المشكلة خاصة إن الناس اللي يطفي عندهم من التور تشتغل مرة ثانية تصبح عند المشكلة هذه إنه يحاول يعني أنا بعد صارت معي أنه يحاول يشبك وليشبك شوف سامسونج كان شابك عندي معدن مشكلة السوني كانت تشبك بس بدون صوت يعني ما في صوت معدنة شقال بس الإيباد والآيفون نهائيا مراضي يشبكون بعضهم شابكين بعضهم مشابكين الجهزة تشبك الجهزة ففي مشكلة قاد تصبح معي شو للحل الثاني الحل الثاني أنديش على بردامج اللينكسز أو إذا عندك راوتر اللي عندك وشوف شون نسوي إذا عندك راوتر طف الراوتر لازم تطفي وتريد تشغل المرة ثانية عشان يضبط معاك ليش وعليك خلينا نشوف أخير البطلة المرة ثانية أوك رأي تبطح المرة ثانية معي قبل ووقف فيديو إزاي أديش على الثلاث التخطوط هذي اللي هني أوك عنديش عليها مطبع خلي نشغل الكاميرا عساس أننا أطلع عمد هلو نشغل 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 نروح على التخطوط اللي هني راح يطلع معاي نروح على اللي هو تحت خلينا نزل تحت في عندي اللي هو النتورك الانستريشن أوك أضغط عليه زين هذي طبعا ما أعطيني النود اللي موجودين عندي أنزل تحت عملية طبعا لأنه جهزة وعيد فلما يكون جهزة وعيد يكون صعب أن يطف فيهم واحد واحد بهذا البرنامج هذا سأقوم ريستار فيلوب ماذا سأقوم ريستار خلاص يبدأ شون يأخذون الابي لأن ما يحدث معنا كل راوتر في لها عبية تسكن ماكس في مشكلة يعني البرنامج أو البرنامج من الآن يجدد وليس يكون رغمين متشابهين لا يصبح ماشين يعني يجب أن أبر لنك ويجب أن حرف كبير حرف عادي ورمز ويجب أن لديك أرقام والأرقام وليس يكون اثنين واربعض مثلا تقول 9966 نهائيا يجب أن تضع كل رغم بروحة فهذه مشكلة ستحدث لأن الناس يجب أن يغيرونها ويعدلونها مرة ثانيا فأقوم رغم ونقوم ونقوم على الجهز مثل الوارد على قولتهم وليس أي مشكلة فهذه أحد المشاكل خاصة لأن سعر سيكورتي بس و سامسونج لا يوجد مشكلة و هذين لا يوجد مشكلة هذه نقطة ثانية وهذه نزلة فيديو ثانية مع السلامة